أخبار العاب الفردية من لعبة الخماسي الحديث وجانا عطية وفريدة بوهاشم لعبات منتخب مصر الخماسي الحديث حققوا الميدالية الذهبية في منافسات تتابع السيدات خلال بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 19 سنة والمقامة حاليا بدولة ليتوانيا خلال فترة من 24 إلى 30 سبتمبر الجارين كمان ذهبت تتابع شباب واللي حققها الثنائي محمد حسن وأسامة زكي فكل التوفيق لمنتخب الخماسي في البطولة ويقدر يحقق إنجاز كبير خاصة أن المتخب طبعا ولعبة الخماسي الحديث في مصر ما شاء الله تشهد طفرة كبيرة جدا سواء بقى عن طريق نجمنا وبطلنا أحمد الجندي لقدر طبعا يحقق الميدالية الذهبية في بريس 24 وقدر طبعا يكسر الرقم العالمي والأولمبي للعبة